طاقتك لهذه القراءة برج الحمل أنت في طاقة رفض لأي مشاعر رومانسية وحب في هذه الفترة لأنك احتمال بأنك أنت تريد شخص ما بعينه ولا تريد أحد غيره أو أنك تحاول أن تنسى ما حصل معك في السابق ربما أنت تعرضت إلى موقف رفض أو خسارة لشخص ما وأنت الآن في مشاعر رفض لأي حب ورومانسية فأنت خاف الآن من الارتباط أنت ترى الحبيب بأنه قد ترك العلاقة معك وذهب إحتمال بأنه قد وعدك بشيء قد قدم لك عرضا ثم انسحب أو أنك كنت تحبه في علاقة ما معه وهو ترك هذه العلاقة أو اختار شخص آخر هو يشعر بالحزن والألم من جراء ما حدث وهو لا يستطيع النوم بسبب القلق النفسي الكبير والحزن والاكتئاب الذي يمر به في هذه الفترة هو يشعر جدا بالخسارة ولكنه لا يريد أن يظهر لك هذا لأنه لأن كرامته يشعر بأن كرامته هو عالية ولا يريد أن يشعر بالخسارة طاقة هذه القراءة أنت في هذه الطاقة أنت مالك العصى أنت إنسان جدا جذاب تهتم في هذه الفترة مهتم بحياتك العملية والمادية وأنت ربما تكون مع هذا الشخص في زواج أو ارتباط وتريد الرجوع إليه من جديد طاقة الحبيب هو أيضا في نجاحاته في أعماله في إنجازاته هو مسيطر على عواطفه ومشاعره هو ربما يكون أيضا مسيطر هو أنت تشعر به بأنه ذهب ورحل لكنه حزين جدا وحاسس بالخسارة ولكنه مسيطر على عواطفه ومشاعره تجاهك هو لا يريد أن يظهر لك بأنه ما زال يحبك ومزال متعلق بك احتمال بأنه أيضا هناك احتمال بأنك أنت وهو أنه هو في اختيار بينك وبين شخص آخر أو أنه في علاقة ارتباط بينك وبين شخص آخر وهذا يظهر لي في هذه الورقة أيضا هو ربما يكون قد اختار أحد غيرك وهو الآن محتار في خياراته ولكنه مسيطر إلى حد الآن إلى نفسه يظهر أنكما أنتما مختلفين عن بعضكما ربما في الجنسية ربما في البلد ربما في الديانة أو في أي شيء آخر أو في الحياة الاجتماعية أنت تشعر بأنه تسبب لك بخسارة وعندك أصبح عندك مخاوف باتجاهه أو تجاهها كل الرجال وأنت الآن في حالة رفض لكل المشاعر ولكل الحب وتشعر بأن الحياة هنا توقفت ولا تريد أن تستمر أو تنظر إلى العروض الكبيرة التي حولك هناك عروض جدا جميلة ولكنك لا تريد أن تنظر إلى أي عرض كما هنا ظهرت في هذه البطاقة أنت ترفض ربما ترفض مشاعر أي حب ورومانسية مجددا أنت احتمال بأن هذا الشخص قد أشعرك بالخسارة والخوف من أي رجل آخر إذا كنت امرأة أو إذا كنت رجل بالعكس هذه البطاقة هو يشعر باتجاهك بأنك أنت السعادة الكاملة أنت كنت تعطيه من الحب الشيء الكثير أنت كنت تعطيه أشكال متنوعة من الحب كنت تعطيه الدلال، الحب، الحنان، الأمل، العطف، السعادة، الرفاهية هذه كل كؤوس مملوعة بأشكال مختلفة من الحب وهو الآن ينظر إليك بحزن ويريد وأنت بنسبة له أنت الأمنية التي يتمنى أن تتحقق ويكون معك هو ينوي الآن الاستشفاء والخروج من الطاقة الزعل المرافقة له من الماضي والخروج من هذه الحالة فهو متعب ويريد الابتعاد قليلا هو فقط متواصل معك في الروح يتواصل بشكل كبير معك في الروح أما خطوته القادمة فهو يريد أن يقدم لك عرضاً بداياً وكأنكما بإحياء العلاقة من جديد وكأنكما شعلت العلاقة من جديد منذ البداية هو يريد أن يقدم لك احتمال هدية أو عرض فلنبدأ من جديد فلننسى أحزان الماضي ونبدأ من جديد كل شيء يتغير ونواياه هو خطوته القادمة هي جيدة ولكن هذه الخطوة أنا أرى بأن هذه الخطوة هذه في العشر أيام هذه أنها ستأخذ وقتاً قصيراً من الانتظار والترقب هو يراقبك ولا يحاول أن يظهر لك هذه المراقبة هو ينظر إليك من بعيد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق أحد الأشخاص ولا يظهر لك أنه مهتم بك في هذه الفترة أما هو مهتم بك كثيراً ونواياه نوايا جداً إيجابية لكن هذه العلاقة ستأخذ من الوقت شيئاً قصيراً بالمناسبة هذه الأبراج عندنا برج السرطان ظهر مرتين برج الحوت برج الحوت وبرج العذراء أما النصيحة لهذه القراءة تنصحك هذه القراءة بأن تظهر له مشاعرك ربما هو خائف من عنده خوف من هذه منك أو من رفضك لهذه المشاعر وهو يشعر هنا بطاقتك أن تترفض جميع المشاعر وأنت في حالة رفض هنا وهنا للمشاعر وهو يشعر بهذا الشيء ربما يخاف من الحديث معك من جديد وفتح الموضوع معك من جديد وهو خطته القادمة جيدة ونواياه الاستشفاء والخروج من طاقة الزعل إذا كان هناك شيئاً معيناً أو هناك شخصاً ثالث في العلاقة بينكما هو يريد أن يحل هذه المشكلة يعالجها وهو يريد أيضاً التواصل معك في هذه الفترة بشكل روحي والتقرب منك لعلك تغير رأيك فأنت كل ما عليك أن تظهر له مشاعرك ليس بالضرورة أن تقول له أنا ما زلت أحبك أو هكذا لكن افتح معه التواصل من جديد ولو بشيء خفيف وأظهر له بعض المشاعر بأنك ما زلت تكن له مشاعر في داخلك فلنأخذ أوراق النصيحة لعلنا تفيدنا بهذا تقول لك هذه البطاقة السعادة موجودة في كل مكان يحيط بنا فقط افتح عينيك وانظر جيداً فأنت بنعمة يحسدك عليها الكثيرون هذه أيضاً تقول لنا هذه البطاقة تحقق هذه المقولة فأنت لا تنظر إلى هناك كأسين من الكؤوس من كؤوس الحب هناك أشخاص كثيرون يحبونك لكنك أنت تريد شخص هذا الشخص فقط ولا تنظر إلى أي شيء آخر تقول لك هذه البطاقة السعادة موجودة فانظر إلى تلك ذلك المكان هذا الماء الخضار هذا يدلنا على الأمل وعلى التفاؤل والمستقبل فالسعادة موجودة في أي مكان ليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص بعينه وإن لم يكن هناك أشخاص غيره يحققون لك هذه السعادة كل ما عليك فقط أن تفتح عينيك وتنظر جيدا إلى الماء هذه تقول لك حلو المادية قادمة بطريقها إليك ربما المشكلة بينك وبين هذا الشخص هي من ناحية مادية فهو الآن في هذه الفترة هو في إنجازات وأعمال ربما يتأخر عليك بسبب أعمالي أو أشياء مادية فلنأخذ نصيحة من الرومانس أنجل تقول لك هذه البطاقة أحب نفسك الأول فإذا أحببت نفسك أن تجذب الأشخاص الإيجابيين إلى حياتك تقول لك هذه البطاقة تعرف أكثر على هذا الشخص وعندما تكون أنت إيجابي سيأتي إليك الحب بالوقت الذي لم تفكر به هذه القراءة جميلة شكرا لكم موالين بر الحمل على الاستماع وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله